مرة أخرى بنعود إلى حضراتكم في هذه التغطية المستمرة وخلوني مباشرة أجد التحية والترحيب بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ عادل حمودة ونبدأ بالوضع الداخلي الإسرائيلي والذي يتصور البعض أن هناك احتمالات لانهيار الحكومة الإسرائيلية وبيستندوا بدل لمجموعة أشياء هل بتتصور أن دي مسألة واردة الحدوث؟ هو الوضع كله بداية صعب جدا إسرائيل في 14 مايو من كام يوم يعني احتفلت بما يسمى بذكرى قتل الحروب ودي بتتوافق مع ذكرى تأسيس ما تسمى بالدولة الإسرائيلية هنا بتجد عادات موجودة أقرب للعادات اليهودية يعني مثلا الرئيس الإسرائيلي طلع بهدوم مقطعة يعني فيه جزء بمتقطع يعني إذا كان الفقيد يعني يتبعك فيبقى القطع على الجهة اليمين إذا كان لا يتبعك يبقى القطع لليها الشمال وأيضا فيه صفارة زي ما بنقول دقيقة أحداد هي دقيقة من صفارة فخرج يقول لكن يبدو أن الصفارة لم تعد دقيقة ولكن استمرت لساعات في إشارة لفكرة صفارات الحرب أيضا وجد أن كمية هائلة لأول مرة في المقابر أو في مقابر القتلى أو مقابر العسكريين في زحام شديد جدا لأنه القتلى أضيف لهم عدد كبير أيضا في هذه الحرب إذن شكل إسرائيل يبدو غريب جدا يعني حتى في الاحتفال بالنسبة لنا كانت 15 مايو هي النكبة أصبحت بالنسبة لإسرائيل النكبة وهذا تعبير دقيق وليس في مبالغة أو في نوع من التجاوز في النطق السياسي حاجة الثانية أنه نتانياهو قدام مأزق حدي جدا إما أنه يعني يجي إزنجوت أو جالند أو جانتس يختلفوا معاه فإذا بيه الكابنت أو مجلس الحرب المصغر يتفك أو أنه ينحز لهم فيخرج آآ آآ السنائي السنائي الشهير آآ بن جيفيروس موتريتش فيسحبوا للتآلف الاتلاف أو التحالف فتسقط الحكومة وبالتالي هو واقف على الشعر بين الاتنين لكن الخلاف اللي كان يعني أنا واحد من ناس لما جيت أدرس آآ سيريد جانتس لقيت أنه هو رغم أنه بيحظى الاستفتاءات برقم كبير جدا من توقعات أنه هو لشكل الحكومة الجديدة إلا أنه في الحقيقة شخصية كمان بيقال أنها شخصية يعني تمسك العصاية من النص حتى في قضية القضية الخاصة بالقضاء وهي قضية ترتسب بالكيان السياسي الإسرائيلي إليه اللي عملت إن شقاق في المجتمع الإسرائيلي الزبط كده الحاجة التانية إذن هنا برغم أن جانتس بقولك مع قضية تفوق عليه لكن المشكلة الكبيرة في الحقيقة كانت أنه كيف يمكن لرئيس حكومة أو لحكومة بتحارب أن تختلف مع وزير الدفاع إيه مسألة؟ مش كده مش حاجة مش قليل طبعا ده وزير الدفاع قول بني جانتس معارضة لكن وزير الدفاع والرجل بتاع الإعلام اللي متعين من شهرين كمان ألا حستقيل الأهم في الحقيقة وأنت بتحارب أن يكون هناك توافق بين القرار السياسي وبين القرار العسكري وأنك اختلاف واضح جدا الخلاف ده سببه إيه؟ الخلاف سببه أنه أن إحنا مش عارفين اليوم التالي للحرب مش حكاية أن إحنا مش عارفين يوم التالي للحرب إنما هي حكاية أنه إيه؟ اليوم التالي للحرب هو اللي بيحدد إيه هدف الحرب أنت عايزي من الحرب القرار السياسي للحرب هناك قعدة معروفة أن الحرب هي سياسة ولكن بطريقة مختلفة طيب في حرب شغالة ولكن اللي شغالين في الحرب دول مش عارفين الهدف السياسي منها إيه بنجد أن في مقالة بيدعوت إحرانوت كتبها رون بن يشاي هي بيكلم عن أربع مشاكل موجودة بالنسبة للحرب مشكلة الأولى مشكلة الرهائن ما يدرونش حلوها مشكلة التانية أنه مش عارفين الحكومة مدنية في غزة ولا سيطرة إسرائيلية المشكلة التالتة هي فكرة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصراع اللي موجود بينهم المشكلة الرابعة هي مشكلة الاقتلاف هل منا الممكن أن يستمر؟ ناستمر ولا لا إحصائيا عندك خمسين في المية عندك أربعين في المية من الشعب الإسرائيلي مع فكرة احتلال غزة واربعين في المية ضد احتلال غزة وعشرين في المية مع أنهم شرائي الأهم من كده أن كل المحللين السياسيين بيحذروا من فكرة احتلال غزة مع أنه يبدو أن احتلال غزة إلى حد ما يعني مش بعيد قوي لأنه ما يتصرب من معلومات عسكرية بيتكلموا عن وجود محاور بتحدث في غزة المحاور تعني أنك تسيطر على غزة بين خلال التقاطعات الأساسية في غزة يعني بنسبة مش قليلة احتمال بتفكير فيها إن كانت الاحتلال المباشر ولكن سيكون تحكم في مفاصل الحركة في غزة بس هو جالانت بيكلم بيقول أن الاحتلال العسكري للغزة أو عدم موجود حكومة مدنية ممكن للسلطة الفجرستانية أن تتولها بيؤدي إلى أكثر من اعتبار الاعتبار الأول أنه سيكلف إسرائيل ستة مليار دولار في السنة على الأقل اتنين أنها تتحتاج إسرائيل إلى أربع أو خمس فرق عسكرية أيضا أنك بتتكلم على حجم من الضحايا البشرية أي أو القتل البشري لأنك في النهاية هيحصل احتكاك والاحتكاك يؤدي إلى معارك على سبيل المثال مثلا أن إسرائيل لما عادت من جديد إلى مخيم جالانيا بنجد أنه في أكثر من 120 عملية عسكرية تمت في 48 ساعة وبعدين الملاحظة الجديدة أن الجنود الإسرائيليين أصبحوا في حالة هلع من ظهور أي وجه يطلوا من مبنى إلى حد أنهم أصبحوا يطلقوا النار على أنفسهم على زميله كما يسمى بن ران الصديقة ويمكن أكثر من 35 ضحية خلال أيام قليلة من نفس الجنود قتلوا بعضهم البعض المحللين الحقيقة كلهم اتفقوا على فكرة أنه هناك ما يمكن وصفه بأنه لابد من أن يقود شخص آخر غير نتنياهو لأن نتنياهو سيؤدي إلى أكبر هزيمة سياسية وعسكرية لإسرائيل وأن الحرب اللي موجودة هي حرب استنزاف دموية ترجمة نانسي قنقر